من قندهار جنوبا إلى الحدود التاجقية شمالا لا تزال رحل معارك العسكرية محتدمة بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان ورغم سيطرة الأخيرة على مساحات واسعة من الأراضي تسعى الحركة إلى تبديد المخاوف التي أصابت جيران أفغانستان مع توسع سيطرة طالبان في بكين الجارة الشمالية الشرقية حتى وفض طالبان زيارة وضعت في خانة الطمأنة لهواجس المارد الصيني مع تأكيد الوفد بأن الحركة لن تسمح باستخدام أفغانستان قاعدة لشن هجمات تستهدف دولا أخرى ولسيما مع سيطرة طالبان على ولاية بدخشان الجبلية الحدودية مع الصين وفيما تحاول طالبان في بكين تبرير تقدمها في الميدان الأفغاني جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته الهند تصعيدية في وجه الحركة التي اعتبر أنه في حال سيطرتها على الحكم في كابل فستصبح أفغانستان دولة منبوذة يقولون أنهم يريدون الاعتراف الدولي والدعم الدولي لأفغانستان لكن السيطرة على الحكم بالقوة وانتهاك حقوق شعبهم ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك فأفغانستان ستكون دولة منبوذة إذا سيطرت طالبان بالقوة على البلاد وإلى دوشامبي عاصمة الجارة الشمالية لأفغانستان طاجكستان التي سيطرت طالبان على غالبية حدودها معها وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو للتوقيع على اتفاق حول إنشاء نظام دفاع جوي مشترك وكانت أفغانستان حاضرة في تصريحات الضيف الروسي الوضع في أفغانستان يستمر في التدهور وروسيا وطاجكستان تعملان على التخطيط المشترك لصد التهديدات المحتملة من هذا الاتجاه وفيما تستمر الأزمة الأفغانية في التفاعل تشهد البلاد موجة هجرة ونزوح داخلي نحو مناطق أفغانية آمنة ما يعني المزيد من المآسي الإنسانية في هذا البلد الذي مزقته الحروب